بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد الله صلي على محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيتها الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بنبي الإسلام الأعظم الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كرامة إحياء أمره واتباع عترته وانتهاج نهجه وسنته ثمت ظاهرة يمكن أن نتلمسها في طبيعة السرد الروائي لبعض من العلامات هذه الظاهرة تبدو غامضة حينما تلاحظ على سبيل المثال أن جيش السفياني يتوغل بشكل سريع جدا في داخل العراق وبمدة زمانية قصيرة ينتهي من تحقيق أهداف كبيرة وفي نفس الوقت تجد أن ظاهرة غروب السفياني من العراق هي الأخرى تتم بطريقة سريعة جدا بحيث لا تتناسب حالة التوغل مع حالة الهروب التوغل السريع الذي ينجم عنه سقوط العاصمة السياسية ثم احتلال العاصمة الدينية في العراق وبعد ذلك لا يمضي إلا قرابة الثمانية عشر ليلة حتى يهرب السفياني ويباد جيشه الذي يتقدم إلى الكوفة يباد قبل أن يعود إلى بغداد ثم تبتدع عملية الهروب الكبيرة من بغداد إلى الحدود السورية ما هو السر في ذلك؟ لماذا نجد هذا الفراغ الكبير الذي تتحدث عنه عملية التوغل السريع في الوقت الذي نجد الاحتشاد الكبير الذي تحكي عنه عملية الهروب نتيجة لوجود قوى أقبلت باتجاه جيش السفياني هذه القوى أين كانت؟ وما الذي بعثها بهذه الطريقة وكيف استطاعت أن تنجز ما هو معاكس تماما لعملية التوغل سبق أن أشرنا منذ عدة سنين قلنا بأن ما بين السفياني وما بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو أردنا أن نحسبه على مستوى ظهور الإمام بأبي وأمي لن يكون السفياني قد سيطر على الشام حتى تكون ستة أشهر قد انقبت من الفاصل الزماني ما بين خروج السفياني وما بين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهي المدة المعبر عنها بحمل الناقة أي 15 شهرا بقيت 9 أشهر هذه التسعة أشهر التي تبقت يفترض إلى أن يصل إلى قرقيسيا قد مضى منها شهرين أو ثلاثة باعتبار لا يتوقع أنه بمجرد أن ينتصر في الشام حتى يخرج مباشرة إلى معركة قرقيسيا الثانية إذن ما تبقى هو سبعة أشهر أو ستة أشهر ما بين ظهور الإمام بأبي وأمي وما بين وصول السفياني إلى مشارف العراق هذه المدة حينما نلاحظها من خلال حالة التوغل السريع لجيش السفيانة حتى يصل إلى بغداد وكأنه لا توجد قوات في مقابل كأنه لا توجد قوى يمكن لها أن تصده اللهم إلا ما يشار إلى معركة نهر الدجيل وفيها تفاصيل لا يعلم إن كانت دقيقة أو غير دقيقة باعتبار أن التفاصيل مرتبطة برواية عامية لكن القدر المتيقن أن العراق الذي سيكون عاصم إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف يمكن أن يكون خالياً من القوى التي نراها من خلال حركة التوغل السريع التي تسقط بغداد ثم تسقط الكوفة من أين جاءت هذه القوى هل أنها جاءت من الخارج أم أنها كانت كامنة في الداخل إذا كانت كامنة في الداخل ما الذي حال بينها وبين أن تحمي بغداد وبينها وبين أن تحمي مدينة الكوفة وتفاصيل المدينة وما يجري في هذه المدينة هذه الأسئلة يجب أن لا يفوتها الإنسان المنتظر باعتبار أن لها علاقة جدية وصارمة مع واجبات الانتظار لها مساس جدي في طبيعة الواجبات وأداء المسؤولية المرتبطة بهذه القضية كيف؟ حينما نريد أن نتحدث عن مواجهة جيوش لا شك ولا ريب أننا نحتاج إلى أعداد كبيرة حتى يقابل الجيش الآخر وقد تحدثت الروايات عن سباق رهان أو أفراس رهان ما بين الرايات الثلاثة الرايات التي يعبر عنها بأنها تخرج في عام واحد في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وهي راية السفياني واليماني والقراساني هذه الرواية تتحدث عن جيوش أولا ثم تتحدث عن وجود التقاء ما بين اليماني والقراساني في موضع في قبال جيش السفياني الذي سيهرب بمجرد رؤيته لالتقاء هذين الجيشين سيهرب من مدينة الكوفة في هذا اللقاء تشير واحدة من الروايات إلى أن الطرفين أي طرف اليماني وطرف الخراساني سوف يبكيان على طبيعة الألم الذي تسبب به السفياني في داخل مدينة الكوفة طبيعة الشهداء الذين سقطوا طبيعة الآلام التي نتجت أدت بهما إلى أن يبكيان وضمن الحديث يعرضان لقضية اللهم إنا نحن التائبون إليك يشيرون إلى توبة ما من أمر ما أو أنهم يريدون إبداءاً أو تريد الرواية إبداءاً للهوية العقائدية والمسلكية لهذين الجيشين بطبيعة الحال الخراساني الخراساني إنما يقبل من تعبير الرواية من مدينة سمرقند أو من سمرقند وسمرقند في تحليلنا هي مدينة على الحدود العراقية الإيرانية ليست سمرقند المعروفة في آسيا الوسطى وإنما هي الموجودة فيما يعبر عنه بوادي كوسكور وهو المنطقة المحاذية إلى الحدود العراقية الواسطية في قبال إيران في واسط مهما يقول هذا الجيش يأتي ومجيء جيش من الخارج لا يتحدث عن لغس في الخارج جيوش هناك شعوب قررت أن تدخل الحرب لكن المسألة تكمن في قضيتين تكمن الأولى في أن العراق أين دوره في هذا المجر لا يعقل العراق الذي سيتحول إلى قاعدة عظمى إلى جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإلى عاصم عظمى لا يعقل في عشية الظهور في الأيام القريبة من الظهور لا يحمل في طياته ما يمكن أن يتشكل منه جيشا لإنقاذ نفسه بعد أن رأينا أن جيشه الذي يفترض به أن يقف في قبال حركة السفياني لا وجود له على مستوى مخرجات العملية على مستوى تحليل الهجوم لا يوجد هناك قوة أمنية يعتد بها لكي تحمي بغداد ولكي تحمي من بعد ذلك الكوفر هذا أولاً الأمر الآخر وجود اليماني في هذه المعادلة يعيدنا إلى أبحاثنا القديمة في شأن المدخل الذي يجب أن يأتي من خلاله اليماني وفق النظريات المتعددة نظريتنا التي تقول بأن راية اليماني عراقية صرفة وقتاله عراقي صرف ونظرية الآخرين الذين يرون أنه سيأتي من اليمن ضمن تقصيلات يحسبون أنها مرتبطة بروايات وقد أشرنا في محله في أكثر من موضع في كتبنا فضلاً عن محاضراتنا بأن كل الروايات التي تقدم في هذا المجال لا دلالة فيها على ذلك بل هي من الضعف بمكان بحيث لا تصلح كرواية يمكن أن يبنى عليها الموقف أو ترسم السيناريو المطلوبة لكل منطق الروايات وفق هذا المجال ولا يمكن من الواضح جداً أن من يتحدث عنه الإمام بأن السفياني واليماني كفرسي رهان يتسابقان كفرسي رهان لا يعقل أن يكون هناك الفرس الأول على بعد ما يقرب من ثلاثة آلاف كيلومتر والفرس الثاني على بعد مئة مئة وخمسين كيلومتر لا يمكن أن نقول عنهما بأنهما فرسي رهان طبعاً هنا نحتاج إلى وقف سريع في تحليل هذا الخروج المتزامن الرواية ذكرت أن السفياني واليماني والقراثاني يخرجان في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد إذن أين الخروج المتزامن؟ إذا كان السفياني قد خرج من درعا في أول خروجه من الوادي اليابس وهو يستمر في عملية الانفراد في ساحة الشام ثم يتجه إلى ساحة العراق لكل أيام الأولى لوجود خروج متزامن بينه وبين الرايات الأخيرة ولذلك أنا أعتقد أن الخروج المتزامن هو الخروج إلى الكوفة من المواضع التي كانوا فيه يعني إذا كان السفياني قد وصل إلى بغداد الخروج المتزامن هو الخروج من بغداد إلى الكوفة وليس الخروج من الشام إلى الكوفة ليس هذا المقصود بحيث يمكن لنا أن نقول إذن من اليمن إلى الكوفة ومن خراسان إلى الكوفة هذا الأمر غير موجود في منطق الروايات وإنما المنطق يحتم أن يكونوا متقاربين وهذا التقارب علينا أيضا أن نحل الغازة ونحاول أن نصل إلى الصورة التي يمكن لنا أن نعبر عنها بأنها تنسجم مع طبيعة الروايات التي مرت في هذا المجال وعلى رأسها كيف يمكن لنا أن نتصور أن السفياني يصل إلى الكوفة قبل أن يصل غيره إليها وكما هي الرواية التي تشير إلى أن اليماني والقراساني حينما يأتيان ويهرب السفياني من الكوفة يكون قد مضى على وجوده ثمانية عشر ليلة أين كانوا وكيف يمكن لنا أن نتصور خروجهما المتزامن في مثل هذا الاتجاه هذا أمر يفترض أن نأخذه بعين الاعتبار لأنه سيترتب عليه أمر يتعلق بأيامنا هذه إلى أن نصل إلى اليوم الموعود الذي بشرنا به من مشكلة التي تجعل اليماني لا يقبل ويحمي كل هذه المنطقة هي نفسها السؤال الذي يجعلنا نتساءل ما الذي سيأتي باليماني من أي منطقة كانت حتى يصل إلى الكوفة نفس السؤال هو ما سبق إلي أن أشرت إلى أنه إذا كان عند قوة وقدرة أن يهرب السفياني منه إذن أين كان؟ لماذا لم يحمي بغداد؟ لماذا لم يحمي الكوفة؟ ويصل إليها متأخر بطبيعة الحال نظريتنا تقول بأن معارك اليماني كلها في العراق لا يوجد له أي معركة خارج العراق والرواية الوحيدة التي جاءت مضطربة جداً في كتاب لا طريق لنا يمكن لنا أن نطمئن إليه مع أن السند الذي ذكر هذه الرواية سند قوي ولكن الرواية مضطربة جداً ولا تنسجم مع بقية الروايات باعتبار أنها تشير إلى أن اليماني الأول سوف يقتل السفياني ويأتي ابنه اليماني الثاني ويقتل السفياني ويدخل إلى المدينة يحتل مكة المكرمة ويحتل المدينة وبعد ذلك يموت ثم يخرج الإمام من بعد موته بأربعين سنة فيرجع مع الراجعين هذه الرواية لا يمكن لنا أن نقبل بها وإن كانت بسند جيد بسند صحيح لكنها جاءت من خلال طريق لا نستطيع أن نثق به لا يوجد طريق للوثاقة به وأهم من ذلك أنها غير منسجمة مع بقية الروايات لا سيما أن الرواية التي تتحدث عن تسلط بني فلان على مكة والمدينة إلى اليوم الأخير قبل خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكذب هذه الرواية ويردها تماما لأن هذه الرواية تقول بأن اليماني سوف يحكم المدينة وبعد ذلك يموت وهو حاكم لهذه المدينة والمدينة أحوالها ستتغير وستكون موالية لأهل البيت إذن من الذي سيقتل النفس الزكية؟ وكيف سيأتي السفياني إلى المدينة المنورة قبل خروج الإمام بأبي وأمي بما يقرب من ثلاثة عشر ليلة؟ باعتبار خمسة عشر ليلة بين قتل النفس الزكية وما بين خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه والسفياني يأتي من بعد قتل النفس الزكية إلى المدينة المنورة أين هذا الحديث عن أن المدينة ستتحول إلى عالم آخر وإلى عالم موالي وما إلى ذلك؟ لا شك ولا ريب أن بعض الفضلاء وقع فيه حينما صدق بهذه الرواية وقال بأن المدينة سوف تتحول إلى موالات لأهل البيت ومكة تكون كذلك والحجاز سيكون كذلك واليماني سوف يدخل من الحجاز من كل هذه الطريق سيدخل إلى بغداد وإلى النجف من أجل أن يحميها ومن أجل أن يخلصها لا يمكن لنا أن نتصور إمكانية حصول ذلك طالما أن الروايات تؤكد بأن الإمام بأبي وأمي إنما سيخرج في بدء خروجه إنما سيخرج على حكم الناصبي إن أهل مكة يكرهوننا تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرواية الواردة في هذا المجال وحينما يقاتلهم بأبي وأمي ويأتي من بعد ذلك جيش الحلقة في اليوم الثاني والذي يعبر عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يمكن أن يكون جيش حلقة بأقل من عشرة آلاف هذا الجيش يأتي إذا كانت المدينة هي في عالم آخر ومكة في عالم آخر كيف يمكن لنا أن نتصور وجود جيش وقتال ولا يستتب الأمر إلى الإمام بشكل سريع جدا وإنما سيستمر مدة سيقتلون واليه من بعد ذلك ويكلف واليين له من بعد ذلك ويقتلونهما إلى أن يعود بأبي وأمي من العراق لكي يحرر الحجاز نهائيا من بني فلان ومن العصابات الناصبية التي تتشكل آنذاك لذلك علينا أن لا نذهب إلى هذا الخيال الذي ترده نفس الروايات ويرده منطق الخروج إذا كان الأمر بهذه الطريقة لا يوجد لدينا كما أشرت في أحاديث سابقة لا توجد لدينا منافذ للطرق إلى الكوفة إلا ثلاثة هذه المنافذ إما أن يكون من شمال الكوفة أي من جهة بغداد لا شك ولا ريب أن السفياني جيشه في هذه المنطقة سبق له أن توغل في هذه المنطقة بحيث أخذ طريق بغداد باتجاه الكوفة وصولا إلى الكوفة فلا يتوقع مننا أن نلاحظ أن اليماني أو الخراساني يجي من هذا الطريق الطريق الآخر هو الطريق الشرقي الذي يأتي من جهة الكوت باتجاه الحلة أو باتجاه الديوانية وهذا الطريق يمكن لنا أن نقول بأنه هو الطريق الأنسب إلى حركة الخراساني حينما يريد أن يقبل يمكن عبر طريق النعمانية باتجاه المنطقة المقابلة إلى الديوانية ثم باتجاه منطقة غماس والشامية إلى الكوفة ثم الطريق الأخير هو طريق الجنوب باعتبار الطريق الصحراوي ممسوك من قبل دولة ناصبية من قبل دولة معادية يعني الطريق الغربي سيكون ممسوك من قبل الدولة المعادية إلى الإمام صلى الله عليه وسلم عليه هو التي سيخرج الإمام على هذه الدولة في بدء حركته إذن لا يوجد لدينا إلا الطريق الجنوبي الذي يمكن أن نفترضه لإقبال جيش اليماني طالما أن الرواية تشير إلى أن اليماني والقراثاني يجتمعان في مكان قبل دخول دخولهما إلى الكوفة ولا شك هنا أن الذي يمكن لنا أن نرسمه جغرافيا لمنطقة الالتقاء هي أن تكون المنطقة ما بين شرق الكوفة وما بين جنوب الكوفة لا يمكن لنا أن نفترض مكانا آخر لهذا اللقاء إذا كانت هذه الفرضية أو هذه النظرية هي من ما يتوافق مع الروايات الشريفة في هذا المجال إذن هذه القوة التي سيأتي بها اليماني أين كانت؟ من أين سيأتي بها؟ خاصة أن بعض الروايات قد تشير إلى سبعين ألف مقاتل معه حقيقة قبل ذلك الروايات تشير إلى أن المتدينين المؤمنين سيكونون بلا رأس وبلا راع يعبر عنهم الأمير صلوات الله وسلامه عليه بأنهم كالشياة التي لا راعي لها عدد كثرة عددية بلا أن يكون لها رأس يقودها ويتحكم بمسارها عندها شيء يصير هنا إذا كانت أحاديث نتشير إلى هذا المعنى إذن لا يوجد تفسير إلى هذا الخلل ما بين التوغل السريع الذي يظهر عدم وجود قوة وما بين الهروب السريع الذي يشير إلى وجود القوة لا يوجد سبيل لتفسير هذا الخلل إلا من خلال أن المؤمنين في فترة متناثرين متباعدين مع كثرتهم مع إخلاصهم مع قدرتهم على نقران الذات ولكنهم بلا رأس يقودهم إلى طريق النصر يقودهم إلى طريق الدفاع يقودهم إلى تحصين مواقعهم ومواضعهم لكن لسبب ما لسبب ما سنجد أن هذه الفرقة ينتهي الحديث عنها في رواياتنا ينتقل الحديث إلى وجود راية لليماني هي أهدى الرايات تدعو إلى صاحبكم تدعو إلى طريق مستقيم هذه الراية لا يجوز الإلكواع عليها وما إلى ذلك يختلف المشهد وهذا الاختلاف مدته الزمانية إذا نريد حسبه بشكل جدي سنرى مدته الزمانية لا تتجاوز الشهر ما تتجاوز الشهر شنو اللي راح يصير هنا ما ننسى أن اللعين السفياني حينما يدخل إلى النجف سيوقع خسائر كبيرة في قواعد الانتظار وسيصيب قيادات أساسية لهذه القواعد يعني الحديث عن أنه سيقتل رجلاً من مسميهم أي من أعلامهم هذه تشير إلى وجود قيادي سوف يقتل في هذا المكان وجود حديث عن أن السفياني يضع جائزةً لكل من يأتي برأس رجل من شيعة علي يشير إلى أنه يطلب قيادات أساسية تدير أوضاع المنتظرين أو الذين يخشى منهم على وجود السفياني وإلا لماذا يضع جائزةً طبعاً الأخوان المتابعين يعرفون أن كلمة شيعة علي هنا في تفسيرنا لا علاقة لها بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأنها جاءت مجرد عن ما ألفنا من أدب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مع جدهم أمير المؤمنين في أن يعقبون اسمه بكلمة عليه السلام لكن حتى لو قلنا بأن الناس قد نسها وهو أمر يحطل لكن مع كل ذلك لا يمكن لنا أن نتوقع أن النجف في يوم من الأيام ستكون فيها البحث عن شيعة علي ابن أبي طالب أمراً عسيراً كل النجفية من شيعة علي ابن أبي طالب فيثب الجار على جاره ويأخذ رأسه ويشير إلى قائد جيش السفياني بأن هذا من شيعة علي يشير إلى هوية محددة ومحدودة من قبل أبناء هذه المدينة والحديث عن الواشي صاحب البرقع أيضاً يؤكد هذا الأمر حينما يشار إلى أنه منكم ولكنه يعرفكم وأنتم لا تعرفونه إنما يشير إلى أنه يعرف قيادات معينة هذه القيادات هي التي يترصدها جيش اللعين ويخشى من وجودها لذلك هنا هذه القضية حتى تحل حتى يمكن لنا أن نزيل الغموض عنها وهو أمر علينا أن لا نتساهل به يعني أعود وأؤكد بأن المدة الزمانية قصيرة جداً لكي نرى صورتين متعاكستين تماماً الصورة الأولى جهة لا تقاتل ولا لها عمل في شأن الدفاع بحيث يتوغل سريعاً ويفتك بالمدينة وهم لا يتحركون ذلك التحرك اللهم إلا ما أشير إلى وجود قوة مقاومة في داخل مدينة الكوفة تسمى براية ابن الشيخ أو ما إلى ذلك هؤلاء سيقاتلون قتال الضعفاء وبالنتيجة سوف يقتل رضوان الله عليه بشكل سريع جداً وجود مقاومة لا يحكي عن طبيعة القوة الكبيرة التي ستأتي مع اليمان وهي ثائرة غاضبة بالشكل الذي نجد أن هذا اللعيم بمجرد أن يرى أقبال هذه القوة يهرب من الكوفة إلى بغداد وهنا المعادلة سنراها أيضاً تعاود الإختلال هذا الهروب يحصل لترصده قوة موجودة في منطقة جنوب بغداد وصولاً إلى شمال الحلة هذه القوة ستبيد هذا الجيش المنسحب بحيث لا يعود منه إلا من يخبر القائد الرئيسي بأننا قد تم إبادتنا هؤلاء أين كانوا وثم من أين جاءوا في تحليلي بعد معطيات كل المشكلة أو معطيات عقمد كل الروايات أنا أعتقد أن وجود الكثرة العددية من دون وجود القيادة صاحبة البصيرة القيادة التي يعتمد عليها في تجميع القدرات وتجميع الإمكانات وتوجيهها باتجاه الرافد الواحد من دون الكثرة العددية لن تكون إلا قوة مهملة لا قيمة لها في معطيات المعارك هنا لو انتبهنا إلى طبيعة الأوصاف التي يؤكد عليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهي أوصاف لم نجد أن الإمام قد أكشدها حين الحديث عن راية الخراساني أو عن أي راية أخرى من الرايات الهادية هذه الراية وأعني بذلك راية اليماني لا يجوز الالتواع عليها أي أن ثمت عقدة في وحدتها وفي عدم إقبال المتدينين عليها أو وجود علامات استفام تدفع بهم إلى أن لا يترددون في عملية المصر لم تأتي هذه الكلمة من فراغ أيضاً تأكيد الإمام بأن هذه الراية سوف تتوجه مباشرة إلى الهدف يدعو إلى صاحبكم ويدعو إلى طريق مستقيم أيضاً تؤكد على أن المشكلة وجود قيادات متعددة تدعو إلى طرق متعددة لا تصيب الهدف ولا تضع إمكانات المتدينين أو إمكانات القواعد المنتظرة في طريق واحد هذا التأكيد ربما يعطينا الحل لطبيعة المشكلة أو الغموض الذي نراه ما بين حالة سهولة الوصول وما بين حالة الهروب السريع والإنقاذ السريع الذي يحصل للعراق وأعني بذلك أن المؤمنين مع أنه قد يشار لهم في الروايات بفصائل أهل العراق أو عصائب أهل العراق أو في رواية أخرى بجيش الغضب أو ما إلى ذلك لكن القدر المتيقن أن هؤلاء عصائب لها قيادات متعددة ولم تتمكن من توحيد نفسها إلا بعد حدث يتحول هؤلاء بعد ذلك إلى أن يكونوا نواتا لجيش اليماني وضمن وضع جيش اليماني هذا الحدث لو عدنا إلى الروايات سنجد أن حدث النجف بمحظه زلزالهم بالنسبة إلى المؤمنين تذكرون قبل داعش المؤمنين أيضاً كانوا كثرة لكن متفرقين متناثرين كانت المسؤولية محالة إلى الجيش محالة إلى الشرطة إلى القوات الأمنية وحينما بدأت هذه القوات تبدي انحساراً في النفوذ في معركة الأنبار دخلت بعض الفصائل المؤمنة بلباس الجيش دخلوا من أجل أن يحسنوا الموقف ولكن عملية تحسين الموقف كانت صعبة لأن العدد الأكبر هو للقوى الأمنية الرسمية وكانت الإمكانات أيضاً محدودة للمؤمنين الذين دخلوا باسم الجيش دخلوا في داخل القوى التي قاتلت في الأنبار أما حينما رأينا الكثرة العددية وخليني أتكلم بلغة الأرقام قرابة المائتين وخمسين ألف مقاتل تحت السلاح باسم القوى الأمنية كانوا موجودين في المصر هزمهم ما لا يزيد عن ثمانمائة شخص من منتسبي مجرمي داعش شوفوا الكثرة العددية غالبية القوات ليس لأنهم يريدون يقاتلون بل لأنهم وجدوا من قياداتهم الكثير من الأذى الكثير من الجبن الكثير من الخيانة الكثير من الغدر الكثير من الحالة اللا أبالية بمصير الجنود الجندي حينما يحس أن قائده لا يهتم به عند إذن ما ستكون النتيجة سينسح سيهرب من المعركة لن يورط نفسه في هذه المعركة وفي ذلك الفترة لم تكن البصيرة واضحة وكافية بحيث يعرف هؤلاء أن عدوهم يتربص بهم وهو في تربصه بهم لن يرحم لا طفلاً ولا امرأة ولا شيخاً ولا قيمة ولا أي شيء من الأمور التي يمكن أن نتحدث فيها عن معركة فيها شرف الفروسية أطفال ذبحت نساء سبيت نساء اقتصبت وحقيقةً أنا أقول بأنه لم يتم الحديث عن النساء المختصبات حفاظاً على سمعة العفة العراقية وإلا عدد التي اختصبنا في تلك المناطق واعتدي عليهم عدد مؤلم للغاية وقاسي للغاية لكن تم التباني على عدم الحديث عن ذلك باعتبار فيه ألم للعوائل التي تعرضت إلى هذه أجران في قبال 800 أو أقل هزم 250 ألف وكان الهروب حقيقة مرير جداً يعني الهروب في طريقتها وفي طبيعتها القصص الآن أذكرها وأنا كنت على مساس مع القيادات التي كانت موجودة حقيقة مؤلمة للغاية لكن القدر المتيقن الكثرة حينما تفقد القائد لن يكون لها نتيجة إلا هذه النتيجة لكن ماذا لو أننا انتقلنا إلى الجانب الآخر الجانب الآخر لظروف متعددة لن أتحدث عنها حتى لا يدخل الموضوع في استجالات السياسية لكن أتيحت لها قيادات ميدانية سريعة أتيحت لها أموال بشكل سريع جداً أتيحت لها آليات عسكرية سريعة جداً عند ذلك استطاعوا أن يحتلوا ثلثة العراق بوقت قياسي جداً ذكروا هذا الوقت القياسي وشوفوا لما تروحون إلى مشهد السفياني حينما يدخل بوقت قياسي هو الآخر شنو اللي حسم المعركة ألم أدى إلى فتية الفتية أخرجت هؤلاء المتناثرون من عالم الكثرة العددية إلى عالم التوحد النوعي الذي استطاع أن يحسم المعركة بأسرع وقت ممكن مع قلة الإمكانات ومع الظروف غير المواتية وأسبابها أيضاً متعددة وهي بحد ذاتها كثيرة جداً لكن حينما ننظر إلى المشهد الآخر ونجد أن ألماً كبيراً يتوقّد في النجف يتوهج في النجف أحد الأعلام يقتل قيادات تقتل شخصيات مهمة تقتل أو يتم تعقبها عند إذ هذه الكثرة العددية سوف تبتدأ تلتفت من؟ من الذي يستطيع أن يقدم لنا الشخصية القيادية التي تمسك بجميع أن يتحول تتحول الكثرة إلى سبعين ألف مقاتل تحت اسم راية واحدة تعني أنهم حلوا المشكلة القيادية بشكل سريع جداً بمعنى أنهم كانت لديهم جاهزيتهم ولكن هذه الجاهزية كانت مفككة كانت بالضبط كسيارة جميلة جداً موديلها راقي جداً ولكنها مفككة قطعاً لن تستطيع أن تسير من يأتي ويجمع هذه السيارة سيحظى بآلية مريحة سريعة تتقدم بمنتهى السهولة إذن المعضلة الأساسية هي ما أشار إليها الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بأن المشكلة مرتبطة بأنه لا رأس لكم معكم رأس اليوم نحن بناء على نظريتنا بأن علامات الظهور في واحدة من أهدافها أن تكون بوصلة للمؤمنين لكي يعرفوا مواضع خلالهم المستقبلية لكي لا يقولوا أن الوقت لم يسبح لنا وأن الوقت داهمنا ولم نكن مستعدين يمكن من ينظر إلى هذا الأمر أن يعد له عدته أن يستعد من الآن هس إذا ما قدرنا أن نحصل على النتيجة الكبرى لا أقل علينا أن نحصل على النتائج الأصغر التي يمكن لها أن تساهم في صنع النتيجة الكبرى طبعا من الواضح جدا لدي أن اليماني لن يتمكن أحد من التعريف به حتى هو نفسه لن يستطيع أن يعرف الناس بأنه هو اليماني ليظل في بالكم أنه راح أحد يجي يقول أنه هذا فلان الفلاني في ذاك الوقت رؤية الإمام بأبي وأمي لا وجود لها وبالنتيجة من الذي سيخبر الناس بأن هذا هو اليماني الذي سينقذهم لا يوجد أحد وعلى الناس أن تكتشف قيادتها يوم ذاك من خلال ماذا من خلال هذه المواصفات التي أشير إليها بأنه يدعو إلى صراط المستقيم يدعو إلى صاحبكم هو راية هدى علينا هنا أن نحلل بالضبط ماذا تعني هذه الكلمات وماذا يمكن لنا أن نستفيد من هذه الكلمات لكي نصل إلى شخصية هذا الرجل وأنا أزعم أن اليماني لن يعرف إلا من خلال عمله ولربما من بعد فترة من إنجاز عمله ما حد راح يشير راية ويقول أنا اليماني لأنه بمجرد أن يقول أنا اليماني سيخرج من الإطار الذي وضعه فيه الإمام بأنه يدعو إلى صاحبكم من هنا أقول أي شخصية كائنة من كانت تشير إلى نفسها بأنها هي اليماني كذبوه ولا تبالو ولا تخشو من شيء ليش؟ لأنه لا توجد لديه دعوة لنفسه وإنما لديه دعوة لمن؟ لإمام زمان صلوات الله وسلامه عليه هذا أولاً الأمر الثاني شفت خلال هذه الفترة أكو حملة من بعض الجهات بأنه الشيخ شلون يقول أن المرجع أفضل من اليماني خلال هالأربع خمسة أيام أقع عملية تحريك لهذه القضية أنا لازلت أعتقد أن اليماني حتى يكون من أهل الهدى موم أهدى الرايات بعد مواطن إلى أهدى الرايات حتى يكون من أهل الهدى يجب أن تتوفر فيه ثلاثة أو واحدة من ثلاثة مقامات إحنا شلون نعرفه مهتدي كون أن يقول أشهد أن علي ولي الله لا تكفي أن يكون مهتدي أن يعمل بثقه علي ابن أبي طالب من دون أن يعمل بثقه علي ابن أبي طالب لن يكون هدى شنو المائز بيننا وبين الآخرين الآخرين هم عزهم فقه بس إحنا ما نقبل به ليش لأنه مفقه علي ابن أبي طالب لذلك حتى يكون من أهل الهدى يجب أن يكون عاملا بثقه علي ابن أبي طالب وحتى نطمئن من أنه يعمل بثقه علي ابن أبي طالب يجب أن يكون أحد ثلاثة إما أن يكون مقلدا وإما أن يكون مرجعا حاكما شرعيا وإما أن يكون من أهل الاحتياط لا يوجد سبيل رابع وهؤلاء الذين يتجرؤون من أجل التشنيع على عملية الاجتهاد وعملية التقليد وما إلى ذلك إنما يشنعون على توجيه مركزي من قبل إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أرجعنا إليهم هو الذي قال ارجعوا إلى رواة حديثنا حينما تحدث عن غيبته وسئل ماذا نفعل مع الأحداث ومع الأمور الحاجثة قال ارجعوا إلى رواة حديثنا من هم رواة الحديث رواة الحديث العالم بفقه أهل البيت نقطة رأس سطر فإذا الريد نشوف هذه الشخصية يجب أن تكون من ضمن منظومة المرجعية بمعنى إما أن يكون مقلد لمرجع وإما أن يكون محتاطا في التعامل مع أراء المراجع من أقول محتاط يعني مجتهد متصورون أنه أنا رح قررت هذا الكتاب وقررت ذاك الكتاب وعرفت رئيس سيد الخوي وعرفت رئيس سيد الثاني وعرفت رئيس سيد الخامن وبالنتيجة أقول هذا أحتن إلي من ذاك هذا ما لا قيمة القيمة الحقيقية أن يكون الرجل قادر على معرفة الآراء والوزان بين هذه الآراء فإذا كان كذلك إذن كيف يكون أهدى الرايات النقطة الأولى شنو أن يكون مهتديا وأن يكون عاملا بالهدى وأن يكون من الإخلاص العقائدي بمكان الإخلاص العملي بمكان بحيث يتحول إلى أهدى الرايات هنا المرجع هنا شنو ما قام المرجع إذا كان لنفترض أن اليماني هو المرجع قيمته الأساسية عند الله سبحانه وتعالى من وين ناخذها ناخذها من أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء ولذلك عمل العالم لا يقاس بجهاد المجاهد أو بدماء الشهد ليش لأنه اللي يصنع الخط هو العالم اللي يصنع الطريق هو العالم لذلك هؤلاء الذين أنه اليماني لا يجوز الإلتواع عليه المرجع كأنه المرجع يجوز الإلتواع عليه عمي المرجع الذي تقلده لا يجوز لك الإلتواع عليه ولو بحرف واحد إذا نريد أن نصير متدينين أو هؤلاء يريدون أن يبيعون دين علي أن أنا أقول لكم أنا أقلد مرجع لو أن المرجع قال لي بأن القضية تجري بهذه الطريقة أنا خالفت أنا خرجت خرجت من الخط أنا التويت عليه في هذا المجال على أنه كونه أهدى الرايات يا جماعة الخير الإمام يشير إلى ثلاثة رايات راية السفياني راية الخراساني راية اليماني ما يتحدث عن أهدى الناس يتحدث عن أهدى الرايات أكو ثلاثة رايات جاء يتحدث عنهم أنت جايبها ما أخذ هذه القضية وشامرها على كل العالم وتريد تبين أنه أفضل الناس أهدى الناس أعلم الناس أقرب الناس إلى الإمام هذا منطق ما له وجود بالروايات هاي من عندياتنا ولا أستغرب لو أن أصحاب الأهواء والأغراض والمآرب المريضة هم من يروجون إلى هذه الأمور هسا اللي ما ادعي أنه هو اليماني فهذا معروف وضعه واللي عنده شغلة في أن يضرب سيستم المرجعية والتقليد والإجتهاد أيضا عنده شغلة في هذه القضية احنا خلي نكون واضحين جدا لا يوجد هدى خارج إطار المرجعية ومن يلتوي على المرجع في طبيعة ما أمره الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى لو كان عمله صحيحا لديه مشكلة غدا في محاججة الله سبحانه وتعالى في هذا المجال نعم سمحت السيد السيد الثاني الله يطيل في عمره عنده رأي في أن العمل إذا كان صحيح في ذاته مسألة شوي تتخفف على المقلدين إذا عمل برأي آخر لكن القدر المتيقن إذا أنا خالفت المرجع بنية الالتواع عليه أطمئن بأن عملي محرم ولا يمكن القبول به لذلك عودا على اليمان شخصية مهمة للغاية ولكن علينا أن نفهمها ضمن حجم الروايات لا أن نصفها بعقولنا مع أن الشخصية موصوفة روايا ما عندي بجال أنا لا أعرف ولا أهتدي إلي إلا من خلال ما أشار إلي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذا أول طيب إذا كانت المسألة راح نشوف بها حل سريع راح يصير اللي هو هؤلاء المتناثرين بناء على الوخز والألم الذي يحصل في النجف سوف يجدون مجال لهم من خلال أن ينصبوا شخصية تقودهم ينتخبوها هس من بين خيارات متعددة إذا كان الأمر بهذه الطريقة إحنا واجبنا في هذا الزمن هس الوقت يطلع اليمن بعد مشورنا مشورنا متكليفنا هذا إحنا واجبنا خلال هذا الزمن كون نفكر هذه المعضلة واجبنا نكون مساهمين إيجابيين في حلها مو أن ننتظر خل تصير والله كريم عود ذاك الوقت نفكر الانتظار ما نفكر بهذه الطريقة الانتظار أن تضع حلا للمشاكل اللي أشار إلها الإمام صلى الله وسلم وأن تكون أنت جزء من الحل مو أنه تقول الحل بهذه الطريقة وتدير وجهك وتروح لا المؤمن يجب أن يكون جزء من الحلول ويبعد نفسه عن أن يكون جزء من المشكلة التي تواجه الإمام صلى الله وسلم إذا كان الأمر كذلك يا أخوان أنا أكدت أكثر من مرة ولا زلت أستشعر أهمية هذا الأمر ما الضير في أن تجعلوا أنفسكم قيادات لواقعكم من اللي رح تنتظروا حتى يجي يقود هذا الواقع فتدرون الانتخابات جاي تصنع أن قيادات قسم كبير من عدها جاي من عالم الفيسبوك ومن عالم وسائل الدعاية وسائل الإعلام اللي ما إلى علق بقيمة حتى الذرة من القيادة من يجيك نائب ويقول لك أنا راح أوقف مع أمريكا من أجل أن أحارب بلدي وما إلى ذلك إش تنتظر أنت هاي القيادات اللي تنجي إلك وسائل الدعاية وما إلى أكو مسؤولية أكبر لا قصة برلمان ولا قصة انتخابات أكو مسؤولية أمة متعلقة بإمام الزمان وهذه الأمة ربيت بآلام الأئمة ربيت بمحنهم ربيت بمصائبهم بكل الفجائع التي سدرت عليهم بأبي وأمي إنما كانوا ينظرون إلى هذه الأمة وأعود أنا به الحوراء زينب حينما قالت ما رأيت إلا جميلة كانت ترصد هذه الأمة التي تتشكل وإلا هي ماذا رأت في عرصات كربلا غير الألم وغير التفجع رزية ما أعظمها من رزية الآن أخواننا الأعزاء إذا ما فكرت بأن تنصب أنفسكم قيادات وهو واجبه والله واجبكم أن تتصدوا إلى هذه القضية أنتم أولا من غيركم بالأخير يلعب في مناطقكم من هب ودب كيف ما اتفق لأنه متصل بالسفارة الفلانية لأنه متصل بالحجب الفلانية هو الذي يقود إلى متى تبقون دينكم رهين لمثل هذه الظروف دينكم أعز ويفترض أن تتقدم هناك مسألة البعض يشير لها ويقول لي أنه أنت دائما تحدثنا وين الإمكانات وين القدرات وين وين هذول اللي ينتظرون أن تجيهم الأمور صافية ومصفاية ما يصلح للقيادة علي أن ينبش أو يحفر بأظافر في الصخر وبعد ذلك يجي تسديد وتأييد وإمداد أئمة الهدى صلوات الله والسلام الإمداد لن يأتيكم حتى تبدو أهلية لاستحقاق هذا الإمداد اللطف لن يأتي إذا متوفرون الشروط وهذه الشروط أن تتعهدون بالعمل أن تكونون مؤهلين إلى هذا العمل ما أتمنى لا تنظروا إلى أنفسكم نظرة استصغار ولا تنتظروا ولا تنظروا إلى المسؤولية نظرة استهوال للذين تقدموا كانوا قد جاءوا من كواكب أخرى وللذين سيأتون أيضا سيأتون من السماء الثلاثمائة والثلاثة عشر بعنوانهم قيادات مرموزة هؤلاء منا ومن بقية الناس ما راح يكونوا نعدهم سك من السماء بحيث نازلين بأجنحة الملائكة ومدعين علم الوحي وما إلى ذلك ناس عاديين ربوا أنفسهم اعتنوا بتربيتهم اعتنوا ببصيرتهم اعتنوا بغيرتهم على إمامهم منا شوية منا شوية يجي إمداد الإمام يهيئ الفرص الكبيرة أما اللي ينتظر أنه يابا أنا مستعد أسوي بس وفر للإمكانات هذا ما مستعد إلى شيء ما مستعد إلى شيء مثل اللي واحد يروح يقول الإمام حسين أنا أريد أن أصرك أريد بس تروح انتصر جيب لي الفلوس هيئ للأشياء أنا عد النصر اللي يريد هالإمام صلاة الله وسلام وأنا أقول لكم شوفوا حتى بما فيها الفتن الأخيرة لده نحن كل هالفترة نحن موضوعين تحت الاختبار والله أمراضنا جوعنا فقرنا بكل ما يجري بحرق الأعصاب اللي عندنا نحن موضوعين تحت الاختبار موضوعين تحت النظر نجرب بهذه القضية شونا تصرفنا بديت من أجل أن نتأهل حتى يكون المؤمن أكبر من واقعه أنا أتعشن بكم أخواني يا الأعزاء أنظروا إلى الأمر بعين المحبة إلى الإمام أنظروا إلى الأمر بعين أن أيتام الإمام يريدون من يوجهه وذول ما أكثر هم في الشارع وانتوا شفتوا شارعنا أنا أعتقد نظرة متفحصة إلى زيارة الأربعين ستجدون الكثرة العددية الآلة ضعوا في هذه الكثرة العددية قيادات كيف سيكون الأربعين أترك الأمر لكي تتأملوا وأكتفي بهذا القدر والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا أبدا أبدا